أهلا وسهلا بكم إن شاء الله نكون هذه الحلقة أنا لأنه نقلوني لأنه دينا بس مايكها مش ضابط ففجأة بقولوا لي احكي امتياز كيوم جديد مع الأسف ولسات الحرب شغالة على أهلنا أكيد في قطاع غزة يوم جديد عم نشوف لساتنا المجازر والإبادة ومنشوف عدد كبير من الشهداء يوم جديد عم نشوف الأطفال وهن عم بيموتوا الأطفال وهن عم بيفقدوا أجزاء من جسمهم عم نشوف المعاناة الكبيرة اللي عم بيعيشها أهلنا في قطاع غزة إن شاء الله رح نبلش ككل يوم إنه نتمنى إنه هاي الحرب تنتهي في أقرب وقت وكالعادي حلقتنا اليوم رح تكون هي من قطاع غزة أكيد مش الفكرة الطبخات أنا كل حلقاتي موجهت لأنه الأصورة عن قطاع غزة والبسير بقطاع غزة هلأ صار صوتك طالعا؟ أصارت أموري تمام المفروض بدي أحكي لك أهلا وسهلا فيكي وكيف حالك اليوم إن شاء الله يعني إن شاء الله خير إن شاء الله إحنا أكيد ممنح بس إن شاء الله كل يوم عم بيكون لسا عنا أمله والأمل عم بيزيد كل يوم بعد يوم بالرغم كل الظروف الصعبة وكل المشاهد اللي عم نشوفها وكل الأشياء المؤلمة اللي عم بتصير حاليا بغزة ويمكن من أكتر أشياء المؤلمة إنه بطلنا نشوف تفاصيل بطلنا نعرف كتير شو عم بصير لأهلنا في غزة بس الأمل دائما موجود وإيماننا كبير بربنا إنه أكيد بعد كل هذا الألم وكل هذا الوجع وكل هذا العذاب يعني ما رح رح يروح على الفاضي أكيد بعد كل تعب وبعد كل الوجع رح يكون فيه نجاح بيكون فيه نصر إن شاء الله وإحنا كنا بانتظار هذا اليوم إن نحن نسمع فيه خبر حيلي وأكيد إحنا نحن نكون معاكم من هلأ إلى ساعة انتين بوصفات زي ما أحكد لكم شوف امتياز سهلة بسيطة متداولة بين أهلنا بغزة بما أنهم هلأ بفترة الحرب معا بيكون عندهم كل المواد لكل الأشياء التي تحتاجيها يعني البسيطة البسيطة نقول يا دينا إحنا كالعادة إحنا فكرة الحلقات في هذه الفترة أنه نقول أكيد صوتنا وصورتنا عن طريق شاشتنا عمان تيفي وعن خلال من خلال صفحتي كمان على الفيسبوك ما زلت بنقول الأفكار والوصفات اللي عم تداول كنا نشوف كتير فيديوهات عم تنقولنا الصورة أنا ما عارفة ليه هلأ الفيديوهات عم بتقل وعما عم نشوفها زي قبل ما عم نشوف إيش عم بسير ولكن اليوم أنا كان حظي أنا جاي الصبح عم بسمع مسؤول دفاع المدني في قطاع غزة فممكن أن أقول الصورة اللي سمعتها اللي ما عم نشوفه أصلا بأرض الواقع نحن عم نشوف شيء ومنسمع شيء والواقع كتير مؤلم عن إيش إحنا عم نشوف بس قبل من بلش حلقتنا اليوم إحنا نعمل طبعا شفتوا أنت خبز الصاج هو الأكثر تداولا هلأ عالميا صار صار كل حدا حتى بره بدهم يعرفوا إيش خبز الصاج قطاع غزة وبعد ما قصفوا أنوا قصفوا كل المخابز الموجودة في غزة معادة مخبز واحد لازم تجيب طحيناتك أنت عشان أنا أخبز ومع وجود المساعدات العشرين شاحنة أنا سمعت طبعا أنه قبل في الأيام العادية في قطاع غزة طبعا أنوا بتعفوا وثنين مليون ثلاثمائة ألف كان كل يوم يفوت من خمسمائة إلى ستمائة شاحنة فتخيلي هلأ بكل القطاع عم يفوت عشرين شاحنة فالمهم فهذا الخبز صار الآن عالميا الترنت عم بتداول عمدهم يعرفوا كيف قدرنا حتى من ضوء كل شيء نطلع إحنا بخبزنا وبطريقتنا شفنا أنه نفس الخبز ونفس عجينته وهي على الصاج بدهنوها زعتر وبدهنوها جبني معنا فيديوهات كتير رح تشوفوها اليوم حلقاتي زي ما أنتو تعوتوا حتى هلأ موجودين إحنا ببث على الفيسبوك كمان على صفحتي هي جزء من تعبيري دينا لإيش إحنا عم بسير بقطاع غزة أنا بعرف إنه موضوع الطبخي شوي غريب بس أنا لأني شف وطلعت في برنامج شف لازم كل مرة أذكركم لأنا بأحاول أخذ من الإشي عم بتسير بقطاع غزة حاليا رح نزلكم فيديو كمان عن خبز الصاج وعن الإشي اللي صار متداول هلأ هناك كلمة تخب الصاج وهو الاشراك إحنا صار الأكثر تداولا هلأ خلال أربع أيام ماضية لأنه كسرناهم بهذا الأشي البسيط خيالي صح مية بالمية فاليوم سنعمله إحنا عملنا بحلقة سابقة بس رح نرجع عدلكم العجينة والنفس العجينة سأورجيكم كيف في فيديو يا ربي مروا كان عنا سابقة إذا نقدر نعرضه شفناهم بس يرجع لهم الكهرباء 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 ترجع زي ساعتين عندهم الخبازة أو عندهم هذا الصاج اللي صاروا ويشغلوه على الفحم عشان ما يظلهم يأكلوا بس خب الصحاف تخيلي من كتر ما هلأ عندهم كل المواد مع الأسف شحيحة عم بيجوعوهم كمان فوق الحرب اللي هن فيها بدهنه زعتر احنا بتلافي أكتر شي زعتر طبعاً زعتر طبعاً متوفر كثير هن في فلسطين بلد الزيت وزعتر وهيكو بدهنه فخلينا نروح إحنا نعمل أول إشي اللي هو رح نعمل المنقيش أو الفطاير الصاج بنفس عجينة خبز الصاج أو خبز الشراق ومنها رح نعمل كمان من خبز الشراق رح نعمل اللي هو خلينا نقول مطبق بالسبع ناخدهم لأنه شغلاتهم كتير بسيطة ناخد مقاديرهم لفطاير الزعتر بالإشراق رح نحتاج خبز الصاج أو إشراق زعتر من الكسيح بصل ثم ملح من الكسيح وليمون أمل لمطبق السبانخ فرح نحتاج خمس أكواب طحين معلقة صغيرة ملح من الكسيح معلقة صغيرة سكر شعبان معلقتين كبار زيت شعبان ميضة فيها سبانخ بصل وسماء وعصير ليمون يعني هذا أكبر دليل أنه أرض الخير ما تنقطع من الخير لو شو ما عملوا لو سكروا كل إشي عليهم لو أدمروهم لو شو ما عملوا لسه عم بلاقوا خير موجود بهاي الأرض لأنه الواحد لما بتكون أرضه فعليا بلاقي مليون حل وأرضه كما بتكون وقفة معاه بهذا الوقت فيعني الله يعطيهم القوة ويساعدهم ويكون معهم ويظلوا يعطونا هاي الطاقة الإيجابية يا رب يا رب أهلنا بغزة هوني أقوى منا أصبر منا نحن مقصرين فيهم ومقصرين بحقهم ومقصرين بنقل الصورة لإلهم ياريت نقدر نوصل إشي ياريت صوتنا يوصل للعالم عم بيكون حزي يعني كنا عم نكون حزينين لأنه صوتنا عم بيوصل بالطريقة إحنا بإدناءها ولكن إن شاء الله إحنا حكومة وشعبان أكيد معاهلنا بغزة كل ياتنا غزة المصممين نطلع كل ياتنا من هاي المحنة وإحنا أقوية زي ما إحنا عتدنا غزة وشوفنا هذا الفيديو اللطيف الذي بدأنا مع محمود زعيتر أكيد يعني من القطاع غزة أدي هوني عندهم لسه أمل ورغم أنت تافي هوني عم بنشروا وعم بيصبحوا وعم بتحمموا وعم بيشربوا مية البحر في فيديو مقلم شوية رح نأخذه هوني عم بيشربوا مية البحر تخيل لأنه فيش مي حلوة بس والطيارات لسه عم تغصف عم تغصف يعني بس ما رح تكسروا فرحتهم عرفتين؟ أبداً 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 زهي إسلام مصلح عم ببعثت لنا كمان على صفحة إكمان نحن طلعين لايف على صفحة شاف إمتياز عم بيحكي إنه ما عندهم لا كهرباء ولا مي ولا حياة واللي بيموت من الحرب بيموت من الخوف أو يعني الحياة اللي بيتمرد فعلياً هي الحياة اللي هم عايشينها حياة بتمرد سواء كانت نفسياً أو خوف أو من الحرب أو من الجوع أو من غيره يعني بس اليوم إن شاء الله يكون عمال يا رب عم نشوف الأمور بأخف شوي ما بعف لأنه إحنا ما عم نحضر فيديوهات كتير ولا ما عم بنقولنا الصورة زي ما كانوا يقولنا يا الصحفيين لو قطاع غزة ولكن نأمل من الله دائماً دعواتنا دعواتنا أدمن نقدر دعواتنا زي ما قالت لكم دينا لأنه أنا بطلع باللايف على صفحتي أتمنى كمان أنه تدعو لهم أتمنى أنكم تحكوا لإشيء إذا أنتوا قلت لكم حدا بفلسطين هلأ إحنا نعفل لكثير ناس من هون لهم أهل بي قطاع غزة صح 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 تمنون عنهم تمنون عن تفاصيل دعونا نروح لعجينة خبز الإشراك أو الصاج اللي هلأ داولت بشكل كتير كبير وعم بتلفل عالو خلينا نقول كسرت الحرب اللي عملوها علينا ملي بس حرب إنهم عم بيعملوا مجازر وعم بييدوا وعم بيضوا وعم بيقتلوا لا لا هنه عم بيعملوا علينا حرب بالجوع حرب العطاش لكن إن شاء الله زي ما شفتوا الحجة اللي طلعت بالفيديو هلأ صامدين على ندفة أمح صامدين على قطعة خبز إحنا صامدين هي عبارة عن طحين ملح مي فقط ونقطتين زيت نحطهم بالآخر عشان العجينة ما تنشفوا الخبز معين فقط فأنا حطيت هلأ الطحين يا دينا وبالطحين رح بقبلش أعجنها بالمي هلأ عادي يعجنوها على إيدكم هاي عجينة إحنا متعارف عليها خلينا نقول هي عجينة العويس أوكي حلو ما بنضافلهم الأشي هاي بنعلم منها خبز بالشراك لا يضافلها خميرة لا يضافلها إيشي واصل هي بالأصل هاي العجينة ما بنضافلها إيشي كيف زمان كانوا يعملوا منها خبز نكماج يدينا كانوا يعجنوها الفجر ويخبزوها على الستة اللي طحين سبحان الله بيخمر حاله أوكي يعني هي بس الفكرة أنه نتركه شوي نتركه شوي هلأ إحنا نتركه عشر داعي ربع ساعة ما في مجال ما في مجال أمز فيه ضروف حربة أصلا هو ما بنترك أكتر من عشر داعي إذا بدنا إياه شراك الخبز الصاج اللي شوفناه صحيح ولكن إذا بدنا إياه خبز يكون خميلي شوي زي كأنه عليه خميرة نتركه ساعة ساعتين بخمر حاله بالضبط سأرى العجينة على السريع يعني أخذ نقطتين زيت بالآخر بليفتها يعني طلع على السريع على السريع يعني ولا بدها أشي لأنها فقط مي ما من نضيف لها ولا إضافة هلأ أشوفه بلشت عجن وبتكون عجينة طرية طرية كتير ما بنيةها تكون عجينة نعش فهاية بتلم أنا عجنة كمية منيحة منها وهي كمية الخمس أكواب بتعملنا يعني كمية فيها البركة رح أقطحهم قطاع صغيرة عشان لازم أفردهم كتير رقيق لأنه أنا جايب معاي ما عنديش صاج بالبيت ما يعني بأتذكر إنه والله كان عندي دورت عليه ما لقيته صاج عنا اللي منحط على الغاز على الغاز وبتخبز عليه بس والله ما لقيته فقلت عندي هدول زي كأنهم صاج كنت حوقع زي هدول 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 كمان يعني بسلكوا الأمور طلع تقريبا نفس النتيجة وهي العجينة دقيقة دقيقة أقل من دقيقة تخيلوا أقل من دقيقة صارت معجونة أمورها تمام بعجنها هون هلأ رح نبالش نفردهم نعمل منهم الخباز حلو ومن نفس الخبز رح نعمل نطبق السبانة خبارجيكم كيف رح يكون ومن نفس الخبز رح نعمل منايش تمام إذن كل هاي التفاصيل أكيد رح تكون معاكم بس بعد الفاصل موسيقى 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 نفس العجينة نحن نستخدم المساج أنا كأني بغزة والله العظيم بس أحضر الفيديوهات يا الله شو بمبسط بس أشوفهم بخبزوا يا الله شو بمبسط بحاولوا ليش أقول لكم مستحيل حدا يحس بالسعادة والفرح باللي بمرؤ فيه مستحيل إنسان بقدر يتقبل اللي عم بشوفه نحن نفسنا نظل نحكي كلهم نحلم كوابيس ومنصعب عليهم موسيقى مش قادرين نعيش الحياة العادية بس عم بقدروا يكسروا الاحتلال انتي عارفة كيان الديوهن يحضرواهم عم بيخبزوا هلأ بيصبحوا على البحر وهلأ أبعد شرعانهم عن أي شيء يصير هلأ عم بشوفوا لما كانوا ينشروا أن المخابس شغالوا المخابس مخبي طحينوا بصر شو قصفوا المخابس قصفوا المخابس خيالي فإحنا هلأ كأن كلياتنا غزة الحمد لله وكلياتنا يعني إن شاء الله هم يكونوا عارفين قدي إحنا حسين معاهم وقدي إحنا فعليا عايشين معاهم يعني منصحا ومننام وطول وقتنا بس منفكر فيهم بنا كل أمتل أكل نحن نفكر فيهم قبل ما ننام ما بيروحوا عن بالنا ولا لحظة يعني منحاول على قدمة منقدر إنه إنه نساعد إنه نعمل بس يعني ممكن هذا أكتر إش بإدنا يريد لو بإدنا نعمل أكتر نحن نحن نسامحون لأنه إحنا مقصرين يعني من غير ما أي حدا إحنا مقصرين بس يا ربي ما في بليد حيلي ولكن مننا نحاول شو مننا نعمل يعني هاينا منحكي منوصل صوتنا بأي طريقة كانت يدينا وإن شاء الله يا ربي يوصل صوتنا ويا ربي ننام كل ياتنا نصحى نلاقي هاي الغمة هي مش غمة على أهل غزة لحالهم والله والله بالعكس هي على العالم العربي كامل يعني كل يام كنا عم نحكي إن شاء الله بكرة نصحى على خبر حلو هلأ أصرنا نحكي بدنا هلأ نسمع خبر حلو خلاص تعبنا بكفي يعني هم كثير تعبوا يعني بكفي زلم بكفي قتل بكفي نشوف ناس عم تموت ناس عم تتعذب ناس عم تخسر حبايبها أصرنا بدنا هلأ يعني هلأ قبل بعد شوي نسمع خبر إنه على الأقل وقف القصف ووقف الضرب وعم بقدر يرجع لحياتهم الطبيعية صح دينا هلأ لو شوفوني أمهاتنا اللي بغزة وأنا عم بعملها وبفردها عشان خليها تكون كتير رئيئة لازم تكون العجينة هلأ قد رئيئة بزعلهم مني بس إحنا أكيد يعني لا أنا رح أكون شطرتهم ولا أكون يعني يعني كل الأمهات أنا في كل مكان في العالم سبحان الله شو مع من لما منعمل زيهم صح مئة بالمئة بس هو بنفرد بالعادي على المخدة تمام وبعدين بحطوه على الصاج الصاج لازم يكون كتير حامي فتشوفوا بحطوه عليه كمية فحم كتير تحت اللي هو خلينا نقول الحطب وبيكون النار عليه كتير حامي عشان هو ثانية يحط غيف ثاني دقيقة يحط غيف اللي بعده عرفتو كيف بس أنا بس بصارت معايا طبعا هذا وصفة خبز للشراك بس بصبطش أنا مسمكتها شوية عشان بدي أحط عليها زيت وزعتر حطيتها على الوجه الأول أقل من دقيقة وحطيتها هنا الوجه الثاني بدي أحط عليها زيتر والله اسمعوا من الأفكار يعني والله اسمعي كانت ستة دينا دائما تعملنا هذول القصاص فأنا والدي قبل كم من قبل ما يمرض يعني وهيك والله بقول له بابا انزلي على جرش عشان في عنا السيل بدي أقلم عنه حجار لأني جبت الخباز اللي بعمل عليها الخباز عشان اعمل خبز طابون زي ما كان زمان يعملوا على الحجار والحجار ويحمهم كثير ويضعوا عليها الخبز وفوق الخبز يضعوا الزعتر على كل حال إذا انتم شايفين دفخة كيف ما أنه ليه لغني لمش حط خمية هاي انا عجنيت من الساعة سبعة الصبح سحيت بكير فعجن كان صبح وبكير تخيلوا انتم لو كان معجون كثير بكير خاص طلعي ثانية بس أنا رح أحط عليهم هل شفتيهم بالفيديو أكيد اللي عرضنا قبل عندهم شوية جبنة الدهن اللي هي الصفرة المطبوخة عندهم طبعا لأنه يعني أهل فلسطين عموما بيخزنوا كل شيء بموسم لكميات للسنة اللي بعدها يعني شوفوا سبحان الله كيف الاشي اللي هني كبروا عليه وتوارثوا من أجيال لأجيال فادهم بالحرب برابو عليك ساعدهم بالحرب يعني إن شاء الله يكون في هيك عشياء تساعدهم أكتر وأكتر يظل الخير موجود يظل كل الأشياء الموجودة عندهم بالبيت عم تقدر يعني خلينا نحكي تكفيهم وتسلكهم بهذه الفترة احنا رح نكمل معهم رح نعمل كمان منقيش رح نعمل كمان منقيش بعدين احنا بنا نخبز كمان خبزة والخبزات خلص ما رح نحط عليهم سبان اخون رح نطبقهم زي المطبق ورجوكم إياهم بعد الفاصل إذا نحنا طلع الفاصل منرجع نكمل رجعنا لكم نكملين معاكم بحلقتنا وبوصفاتنا عم نعمل اللي احنا خبز الصوج اللي عم بيعملوها لأهلنا بغزة وعم نعمل كمان منه المنقيش بالضبط هي نفس الوصفات اللي عم بيعملوها هلأ في ظل هذه الظروف الصعبة بدأ أذكركم ان احنا معاكم عبر شاشة عمان تيفي وكمان عبر صفحة الشيف امتياز بتلاقونا لايف إذا عندكم أسئلة إذا عندكم دعوات منحب هيك نحسوا ان احنا كنا مع بعض متكافلين مندعي لأهلنا بغزة أكيد واذا عنده أهل زي ما احكيت لكم الشيف بغزة طميونا عليهم حكونا شو اخبارهم اي اخبار بتوصلكم منحب ان احنا نقرأ كمان بالتعليقات على الهواء كل اشي بتبعته لنا عملنا احنا الخباز وعملنا المنقيش احنا خبز الصاج اللي هو خبز للشراك بس حكينا اذا احنا عنا صاج مني يكون ارأ ما اني بدي اعمل عليه عجينة او اعمل عليه منقيش انا بعمل عليه منقيش لما يكون عندي شوي اسمك يعني منسمك شوي صح تمام بس منخففه منعمل احنا عملنا بالحلقة الماضي بس هايو شايفي بجيه و جيهة تانية بحط عليها جبنة بحط اللي بدي حالا تفقنا هاي امورنا بس خلنا ابعدا هذان هلأ انا جبت معي خبز الشراك وانحنا جايين تاني يوم زاد عندهم متفاصيل هم برجعوا برضو يعملوا منقيش تانية حالا حكينا انه في قطاع غزة حاليا المزارع يا رب انها طوالها موجودة والاراضي الزراعي طوالها موجودة مش رح يقدروا ياخدوا هل يقدروا ياخدوا الاراضي الزراعية طبعا بس ان شاء الله هم يقدروا يلقطوها و يقدروا يعملوا التفاصيل معتدين على فم شوف لسه اسواق الخضرة التفاصيل Ciao رأيوا كيف ما شاء الله او نفخة منيح شوفوا كل مرتاحة العجينية ومن غير خميرة أرشا بحكي لكم منها منغير خميرة وشوفوا الموضوع كل اياتو انا ولا اشي محضرة بس لارجعوا نافخة، أريد أن أضعها هذه الجبنة تمام، لكن على الصاج يعملونها وتكون كبيرة وبتنوها، يعني يسكرونها عرفتي كيف؟ يعني تعرفي شو بيغض النظر عن الظروف وعن الحرب هلأ بس أنا بالنسبة لي مثلا هذول أسكى من أي معجنات ثانية ممكن تجيبهم من أي محلة أو أفخة محل مرتب البساطة وهذا الخبز للصاج و بس حط عليه أي شيء موجود عندك بالبيت عن جد أسكى إشي هلأ بنا نعمل منه، أنا مش قادرة أزكي إحنا أخذنا السبانخ والزعتر يا مروى السبانخ موجود، الملوخية موجودة، هي قطاع غزة بدنا نستثمرهم، نعمل منهم فكرة تانية مختلفة طبعاً إنتوا شفتوا هذا هو الخبز الأكثر اللي إحنا بنقول له خبز الشراق هون بقول له خبز الصاج بدي أخذ خبزتين أخذناها وصفة الزعتر الأخضر بخبز الشراق ما أصدر، لا ما أخذناها طب، خلينا نأخذها مروى عشان ورجو بيها يعني هاي شو بدأ لكم خلينا نقول لكم الحاجة شو بتعمل خلينا نأخذ ما قديرها لفطاير الصاج رح نحتاج خمسة أكواب طحين مع الأكبيرة سكر شعبان مع الأصغيرة ملح من الكسيح مي دافية للعجين مع الأقتين كبار زيت شعبان جبنة زيت وزعتر من الكسيح إحنا بدنا وصفة مروى اللي هي فطاير الزعتر بالخبز الشراق فطاير الزعتر بالخبز الشراق أخذناها؟ طيب خلص إذا أخذناها أنا بس كنت أتأكد نحنا أخذناها بس شوفي موضوحها قدي سريع بتشوفيهم هلأ كمان في غزة طبعا هاي جبنة بيضة اللي أنا حطيتها أي نوع جبنة عنا من قدر نحطها بس بدأ أرجحها هون عشان الدوب من قدر نستعمل الدهن من قدر نستعمل الجبنة البيضة نبرجها إيش طيب عندنا الزعتر الأخضر دينا خيو موجود هلأ زي ما حكينا السبانخ موجود لمنوفية موجود الأفكار اللي عم بعملها بحاول ما أبعد نهائيا عن التفاصيل اللي منحتاج رح نحط عليها أنا بس أجيب السماء شوية سماء ما فيه داعي لإله وبصل فيه ناس تبشره زي ما هو فيه ناس بتدبله تمام عنا شوية سماء ما فيه داعي لإلهم بس أنا بدا أحطهم وأفركوا بشوية زيت زيتون لأنه الزعتر بيكون حر أو خلينا أقول لكم اتعلمتها دائما من أمهاتنا إنه بس تفركي للزعتر بتروح الحرورة اللي فيه تفركي بشوية زيت تمام مخصول الزعتر أكيد وحطينا ملح هيك الحشوة جاهزة أنا عندي خبز الصاج أو خبز الشراك حتى بنقدر نعمله بالعجينة اللي أنا عملت لكم ياها هي عجينة الشراك بس نفترض أنه إحنا خبزنا وبيدي أرجع قلبه على مقلاية أو صاج لأنه إحنا قلنا ما عنا فرور ما عنا تفاصيل أخدت خبزتين من خبز الشراك أو خبز الصاج أو العجينة بتقدروا تعملوها راح أحط كمية منيحة من الزعتر ما عبدي أكتر لأنه أنا مستخدم الخبز فيها مش العجينة بس أول وحدة طلعها هي طبقة ثانية بدي أسكرها أول وحدة وأرجع أحط طبقة ثانية خفيفة حلو بديش أنسى هدولة أنا خليني أرفحها ونحط طبقة ثانية منها بدي يكون عنا برضو الصاج نرجحها على الصاج بعدين سبتي العزيز بدي أسكر بالعكس تمام وهون بالعكس بس عشان أتأكد شو في قدي الموضوع ومنسكرها آه فتخيلوا قدي الظروف اللي بنمرؤ فيها بتخلينا نعمل شغلات مختلفة فعلا فعلا إنه جد الحاجة أم الإختراع شايفين هاي بدي أجيب بسمة إلاي كبيرة شوي عندي أنا يعني بديش أحط مأمور إشي نحط بالفرن أحنا منعمل كل التفاصيل أو صينية يبدو مياه على النار نجيب صينية بعدين كل المكونات بهذا المطبق خلينا نحكي يعني كلها موجودة 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 في فلسطين بكثرة كمعني رح أحاول قدر الإمكان ما أعمل ولا إشي مش موجود عند أهلنا في قطاعها يعني سواء كان الزعتر أو البصل أو زيت الزيتون كل هاي الأشياء يعني خير الأرض كتير وداما موجودة ومتوفرة إن شاء الله سأجيب صينية صراحة هاي أحسر صينية أكبر أكبر هنا بالبيت طبعا يصغئ إياي هلأ هم الخبز اللي بعملوه إحنا هذا لأنه مخبوز أرجبيتهم من المخبز لو أنا بدي أعملهم بعملهم على أكبر بس بزبط كمان الخبز اللي إحنا أو اللي هم عم يعملوه هلأ اللي هو خبز الصاج بزبط كمان يعمل فيها مليون بالمئة هلأ أنا أول إشي بدي أحطه على الجهة الأكتر مرتنيتها عشان يمسك معي لأنه إحنا ما منستخدم عجينة راح أمسكو شايفين من هاي الجهة وأحطو فوق الصاج عشان تسكر خلينا عشان تتسكر وما يفلات من هايشي بنعمل كمان واحدة وقعدين من نروح على راس إشي تعالي بعدين ما شاء الله يعني عم تعمل تبرك زي ما بقولو تعمل كمية منيحة يعني طلعي أنا مش عب بلحة لو بفرد بس العجينة أنا في إيدي ميت شغلة طيب مروح إحنا خلينا ناخد كمان فيديوهات لأنه أنا حاب نظل نعرض كثير أشياء بتسير أكيد في بلدنا أو خلينا فلسطين عموما وفي قطاع غزة خصوصا بدنا نظل نشوف الأمل بدنا نظل نشوف الفكرة بأنهم شفت يوم مبارح رجعوا يستهدفوا المستشفيات استهدفوا المستشفى التركي محيطه طبعا تضررت من طابقه الثالث تضرر طابق الأرض شوية تضرر ما زالوا بيحاولوا يستهدفونا يقتلوا مننا أكتر عدد ممكن ولكن إن شاء الله إن شاء الله زي ما حكينا بحلقات سابقة من هنا نهاية شهر 12 إذا الله راد 30 ألف طفل جايين على الطريق فإحنا رح نظل إن شاء الله صامدينه أولين الحياة مستمرة وحياة رح تظلها مستمرة لو شو ما عملوا دينا بالضبط 100% الحياة مستمرة لو شو ما يصير والإنسان بطبعه بحب الحياة بتمسك فيها لأخر رمق فكيف أهلنا بغزة لتعودوا على الحروب وتعودوا على كل هاي الأمور والظروف الصعبة هم عندهم لسه قوة أكتر أكتر منها يعني بمراحل عم نشوف هلأ فيديو شوفي كيف إنه لأنا ما في حلقين فتخيلي عم بيحلقوا هيك عم بلأولهم منطقة بالشارع والحلقين عم بيعملوا شغلهم بيحلقوا للأولاد طيب إحنا بس بدي أطبق الثانية بعد الفاصل رح نروح من نفس العجينة بنعمل فيها سبانة خيروس نعم مرحب فيكم معنا جديد مكملين معاكم بحلقتنا بوصفاتنا اللي كلها بخبز الصاج تقريباً يعني خبز الصاج اللي عم بيعملوا أهلنا بغزة هلأ بظروف الحرب لأنه مكوناته كتير بسيطة وسهلة صح وأكيد هو ما بياخد وقت أبداً وعم نعمل منه كمان المعجنات بما أنه زي ما حكينا الحاجة أم الاختراع وبأصعب الظروف الإنسان دائماً قادر على أنه يخترع كل عن جد أم غزةوية حجة غزةوية طفلة صبية عم تكبر هلأ بيغزة على الظروف الهنة بيمرؤوا فيها وعم بيعلمونا دروس بالصبر والهمة والقوة وبالأوليك شغل بالاقتصاد بعلمونا والله العظيم يعني اليوم اللي الدروس اللي عم ناخدها من أهلنا بغزة لا يعني ثمنها مش قديل كثير مش عادية مش عادية بتعرفي مرات أنا بكون يعني خلاص بنكون وصلنا وأعتقد كلنا موصل لهاي المرحلة إنو وصلنا لمرحلة جد مش قادرين نسمع كمان خبر مؤذي أو نشوف كمان فيديو مؤذي بس تعرفوا شو برجع بحكي إنو لا بدي أضل أشوف لأنو الفيديوهات على كتر الألم اللي فيها فيها أمل بس ما عم تفهمي كيف بس جد فيها أمل بأنو اليوم ولا يا دينا وأنا جاية أنا لأنو خلاص صرت على الأخبار 24 ساعة بحكي لدينا الواحد لابد إنو يعرف شو عم بيصير بهذا الوقت طبعا ما بك أقدر تفسلي حالك بقيت والزمن صعي كل ما نمرأ فيه فعم بسمع الناطق الإعلامي للدفاع المدني في قطاع غزة نسيت الاسم الأول بس علته البصل بقول اللي عم بتشوفوه كمشاهد على التلفزيون وعلى السوشال ميديا من الفيديوهات هي لا توصف الوضع الحقيقي لأنو قد ما ينقلو لك الصورة ينقلو لك الأفضل فالأفضل تخيل لما تشوفي الأطفال ليس كنا نتحدث عن طفل القلب مبارح كان شفنا نتحدث عن أطفال اللي يفقدوا أجزاء من جسمهم فحضرت فيديو مبارح لشاب فائد إجريو إيدي وهو عايش فبقول سبقوني للجنة يعني أنت تخيلي كيف يعني والله العظيم مؤلم للقلب بحكي في مناطق إحنا ما منوصلها أصلا فإنتو عدد الشهداء هلأ تقارب على عشر تلاف ثلاث تلاف ونوص منهم أطفال وفي مناطق كثير دفاع المدنية سياراتهم ما بتقدر توصل وما عندهم جرفات وما عندهم شيء يشيروا لأنه في أعداد كثير كبير إحنا ما نعرفها ممكن ثلاث أضعف هذا العدد اللي احنا عم نعرفوه إضافة المساعدات اللي عم بتفوت بقول إحنا من عشرين شاحنة من الاستنزاف الكبير للمواد الطبية اللي بيحتجوها المستشفيات عشان يمشي الحال إحنا هدول العشرين شاحنة فقط مسمور حتى هذه اللحظة اللي بحكيكم فيها واليوم الصبح دخلوا فقط عشرين شاحنة موات غذائية موات طبية ما فيها بقول أي شيء للدفاع المدنيين اللي هو بدنا إسعافات بدنا مثلا أجهزة بدنا مثلا نحفر بدنا نطلع ما فيه ما فيه ما فيش قدرة تعرفوا كيف يحفروا بالمعالي تخيلوا عشان طنعوا اللي شوهده فبقول في ناس بتكون تصرخ منسمحها تصرخ مش قادروا من يوصلوهم تخيلوا وكمل ألم والوجع تستغربي يعني احنا عادة بس نشوف طفل بهذا العمر عم بيحكي بهاي الطريقة مفروض يكون الموضوع انه خفيف دم أو يكون الطفل عم بيحكي اشي مش فاهمه بس هاد الطفل فاهم شو عم بيحكي عم بحكي من معاناة ومن ألم تعبوا 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 يعني تمن شهداء رحنا ودعنا ابن عمي وأجينا تخيل احنا اذا ابننا بيحكي لك بالليل بابا انا خايف أو بيحكي ماما انا خايف تاخذ حضنك في نيمه جنبك تخيل هذين صاروا يصحوا يناموا على صوت التفجيرات والقصف وصاروا يصحوا على صوت ابوي من غير شهر والد وتوفى واردته توفى حدا من عيلته توفى وعلي كلها نصفات عم بسمع كمان الصبح كمان وانا جاية انه سيدات بكونوا حوامل عم بموتهم والجنين يعني تخيلوا الدنيا لأي زمن وصلنا لأي ألم وصلنا لأي إنسانية سرنا فيها ماتت والله صرنا نشوك بإنسانيتنا حتى احنا سرنا نشوك بإنسانيتنا فعلا صرنا نشوك بإنسانيتنا اليوم الصباح يمكن لسا انا حضرت فيديو عن جنين كانت ولدته حامل فيه بالشهر الثامن ولده وهي يعني هي توفى والولد ظل عايش لهلا مع انه ما عنده اي فرد من افراد العيلة فهذا الطفل يعني اذا طبعا ان شاء الله انه قدر يكمل حياته بشكل طبيعي لانه هو بشهر الثامن ومنعرف انه مش كتير سهل انه الجنين اذا طولد بشهر الثامن يكمل فإذا كمل هذا الطفل كيف رح تكون حياته يعني ما عنده ام ما عنده اهل ما عنده احنا معنا البديدين لا حول الله يا رب يعني فعلا الاطفال بيحسوا بالامان بس يشوفوا ابتسامة امهم هلا لا في ابتسامة ولا في امان شوف امه وين نايم وشوفي هو مش فاهم يعني احيانا الوضع يكمل يا رب تخفف عنهم هذا الوجع يا رب يا رب يا رب اكيد انا كنت عم بسمع خبر هلا بما انه كنا عم نحكي عن وفياته وعن الاطفال تحديدا خبر بنزلينا على صفحة عمان تيفي بيحكي انه منظمة انقضوا الاطفال اعلنت انه وفقا للبيانات اللي عملوها انه المجموع الاطفال اللي اتلتهم اسرائيل خلال 24 يوم بساو مجموع الاطفال اللي يعني استشهدوا او توفوا بعشرين منطقة من صراع بالعالم كله بس ب 24 يوم اكبر كارثة انسانية اول حد صنافة كانت صحة العالمية اكيد تخيلوا انها اكبر كارثة انسانية في تاريخ البشرية اتخيلي بقول لك رغم المجاعات اللي بتكون في كتير دول رغم الحروب اللي صارت بكتير دول عدد الاطفال اللي توفوا والناس اللي استشهدوا خلال مدة زمنية هي الاكبر في تاريخ البشرية كانت في قطاع غزة قطاع غزة قطاع غزة فهمي كل هدول بيحاربوا بقطاع غزة طب هاي مش مجزرة هاي مجزرة عم بيكون فيها ظلم عم بيكون فيها هذا فيديو احمد احجازي كمان بنقول صورة حلوة بنقول صورة من الدمار والقصر كل حدا بيحكي بيحبه احمد احجازي رجلنا تحية كمان تعرفت عليه وصح اللي رويانه تواصل وهيك بنقول نقلنا صورة من القصف نقلنا صورة من المجادر طبعا هو فقط بيته ولكن شفنا امه كمان كيف علمت درس لكل حدا حضر الفيديو تبعهم وهي عم بتقول له فداكم البيوت فداكم كل اشي ولكن وهي بتقول لابنها احمد بالذات وتقول له انا بدي احجازك تحكي شو عم بصير عنا كمل ما تفداك البيت تخيلي قوة القلب ان ام تحكي لابنها كمل وهي عارف انه هو بيخطر كان يبكي هو وطلبته انه ما يبكي قلت لفداك انت موجود مش مشكلة البيت ولكن انت عم تقول الصورة هني عم بستهدف كمان صحفيين مؤثرين عائلاتهم عشان يعني ما ينقلوا هاي الصورة عكل حال دي احنا معانا فيديوهات كتير على مدار الحلقة اكيد على مدار كل الحلقات طول ما هي ان شاء الله يعني والله الواحد يا ربي هاي الحرب تنتهي ونرجع نعمل احنا وياكم حلقات يعني ننبسط فيها وننقل اشياء حلوة من عند اهلنا بغزة يا ريت يعني كلياتنا بس تفتح حال الدنيا وتخلص نقدر نروح لحتى نساعدهم نبني معهم كل شيء انهدم رح نضل ناخد فيديوهات رح نضل مغيرين بمحتوي الحلقات ما بنقدر بس خلينا ناخد هلأ رح نعمل من نفس العجينة تاعة الشراك مطبق السبانة ومطبق اللحم موسيقى لا فطاير اللحم رح نحتاج عجينة الصاج لحمة مفرومة بصلة توم ملح من الكسيح وفلف الأسود من الكسيح موسيقى 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 إذن رجعنا لكم بآخر جزء من حلقتنا لليوم لحتى نكمل باقي وصفاتنا أكيد بدأ جاء أذكركم ونحن معاكم عبر شاشة عمان تي في عبر ريديو فن وكمان عبر صفحة شاف امتياز عم نكون معاكم لايف عشان ترجعوا للوصفات بأي وقت اللي عم نعملهم هلأ ومنحب كمان نسمع منكم تكتبونا تعليقاتكم دعواتكم إذا في عندكم أخبار إحنا بام نعرفها ما قدرنا نعرضها وما حكينا عنها كمان فإحنا جاهزين لحتى نقرأ كل تعليقاتكم على الهواء ويبعطونا نسمع متافي والله في كتير مصفات ببعطولي فيديوهات بالليل أنشري هاي حطي هاي لو سمحت شاف كذا ساعدونا يعني كمان لحتى يعني نحاول نوصل لكل مكان مئة بالمئة طيب أنا بس بدي أعمل آخر إشي بالنفس عجينة الصاج برضو بعملوها على الفحم وعصاج هناك عم بعمل نطبق السبانة هي نفس العجينة بس بنطبقها فوق الحشو ونقدر نعملها حشوة السبانة وحشوة اللحمة هنا اللحمة أنا طلبتها اليوم السباح من زهر الطبوق بعتولي معها حطيت معها بصل وحطيت معها ملح في الأسود فقط فقط ولا شيء تاني تمام الحلو كمان في عم نشوف في قطاع غزة نشوف قاعدين التكافل كتير كبير بناتهم فلسا عم بحكي مع صديقتي إخوات هاتين تنين من النازحين لما دارس الأنوربا بقولها بشوفهم بجيبوا تناجر كتير بتقولي تخيلينو هذا الناس اللي عنده مواشي اللي عنده مثلا بقر اللي عنده مثلا جاج بيطبحوهم والناس بيطبخوا مش إنه من كل ياتوا طالع بس من الأمر وفاهمي علي يعني هم منهم وفيهم اللي عنده أي شيء بالبيت بيجيبوا بيطبخوا مع بعض صح لا بالضبط هيك يعني مش إش جديد على أهلنا بغزة يعني هم كل هذا طور عمرهم عندهم هذا التكافل وهي الشهامة وكل هاي الصفات بس إنه هلأ بالحرب عم بتبين أكتر يعني ممكن عم شوفوا قديهم بحاجة لبعض والحمد الله هذا أجمل ما في الموضوع إنه لسه في محبة فيه خير فيه تكافل وفيه شهامة أكيد ما بين شعب وأهل غزة صحيح والله يا دينا ويعني والله إنهم بمحن كبير كتير وإحنا معهم بهاي المحنة من أحيان ممكن إحنا نبكي من الدايق من نزعل لأنه عجزين طبعا طبعا ومبالك يا الله هن اللي عايشين الموضوع كله يعني يعني موضوع العجز مؤلم كتير 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 تحسي حالك عاجز ومش قادر تعملي ولا أي شيء متعب جدا متعب يعني بحس إنه يمكن الناس الموجودين هلأ بغزة عم بقدروا يساعدوا بعض شوي يمكن شوي يعني عم بكون في عندهم شعور بالرضا أكتر من اللي احنا منحسوا يعني إحنا بعض وش عم نقدر نساعد فالأشخاص الموجودين هلأ إجاني واحدة من التعليقات إنه نفسي أروح على غزة وتيجوا معي كل الشفات ونحن أطبخي لهم هناك يا رب والله إسمعتي لو سمعونا بحلقة قبل مبارئ أنا وخميس كنا يوم الخميس والله أمنيتي يعني أنا معاين لم شمل بقدر أروح وأجي على فلسطين بس غزة مش كل حدا يقدروا ويجي ولكن والله العظيم بعد ما تخلص الحرب على خير إن شاء الله هذا وعد لأحاول قدر الإمكان إني أنزل بأي طريقة إن كانت لأنه مش مسمح لي بس إن شاء الله يا رب والله ما بيعرف الواحد نتمنى يريت لو الواحد بقدر هيك نروح مجموعة نطبخ أنا بتعرف شو حلمي أقول لك نوعد بس أسمع أسا وليف والله أشوفهم هون بيخبزوا هالخفض الشراك وأأكل منه أنا أعبط على الأمهات صغار وأعبطهم بس هذا عنجت فعليا هذا حلمي والله شو ما ضمناهم شو ما عملناهم يعني ما رحلني طيب ديني أنا بس آخر إشي عم بعمل لمطبقة حشوة السبانك حطيت معها بصل سماء ومليح وليمون فقط طبعا عاصر السبانك كثير منح وغسلته حشوة اللحمة حكينا هي اللحمة المعصجة مضاف لها مليح في الفل أسود فقط ولا إشيء ثاني النار شوي وطيتها عشان عجينة بتكون هنا أسماء اللحمة بس عشان أفرقها عم بعملها عادي على شكل القراص اللي إحنا متعودين عليه فردتها العجينة بتكون رقيقة لأنه للكم تذكر أنه إحنا عم نعمل عصاج وليس على الفرن فهي دقايق بتكون مستوية الحرارة تكون حرارة وسط حطيت اللحمة وزي بابعمل بالسبانك المعتدين عليه بسكرها تمام منسكرها ومنحطها فوق الصعج الصاج طبعا منندهنه زيت لما نعمل خبز ما منندهنه أشيء بس لما نعمل فيه هؤلما عجنات عشان ممكن أيام تنزل سوائل ما انها ما تنحرق يمكن أو تلزق كما طلعوا ونشوفوا العجينة لأنه هاي العجينة اللي خبزت هون بلشت هاي اللي هون كنت أقول لك أننا أخذت وقتها من الصباح بس لا يعني هاي هاي هون عملتها هاي كله عملته هون كله وخلص هاي العجينة اللي عم بستخدمها اللي عملتها شوفوا لما ارتحت كيف صارت تكون النتيجة بس لأكمل هون أكمل وحدة سبانخ ونكملهم البقية لحمة ونشوف مروا إيش بدها تعرض لنا حلو في عنا فيديوهات ولا نقرأ شوي التعليقات أه أبدك تختمي بها داك الفيديو خلص أوكي طيب خدا نعمل إحنا آخر إشي السبانخ أوكي أعمل يا آخر إشي أنا بدي بس أوجه تحية لإسرائيل عم تحكي الله يسعدك شوف إمتياز المميزة عن جد بكل شي بتقدموه والله يفرجها على أهلنا بغزة الحبيب يارب اللهم آمين يا رب أعتقد إحنا نسينا بهاي الفترة كل أحلامنا وكل أمنياتنا وكل شو بدنا صار حلمنا الوحيد هلأ إنه يفرجها عليهم اسمع ودينا كانت تحكي لي شغلة كثير كثير مهمة وإحنا تحت الهواء تقول لي إمتياز إحنا كيف نرفع أدينا لرب العالم نقول له يا ربي ترزقني كمثال بيت يا ربي ترزقني كمثال راحة البال يا ربي تخفف بيني وبين زوجي شو في أدي دينا كانت تحكي لي هذه الحكية تحت الهواء يا الله كيف إحنا بطل إلنا عن طلب نعم أسرنا هلأ كمان أنا شوفي دعواتنا كلها أكيد لأهلنا غزة بقال لها شو بدك تحكي عجل شو بدك تطلبي شو شو يعني شو همومنا شو الفصيل أصلا بطل إلنا فعليا نسينا همومنا نسينا إحنا شو بدنا نسينا أحلامنا لأنه حسينا أدي إحنا يعني كنا بعالم تاني يعني عم مندور على أشياء سخيفة في حياتنا عنا نعم لا تعد ولا تحصى فلازم إحنا نكون يعني سعيدين فيها لأنه فعليا الواحد بعد ما يشوف كل المصايب والأشياء اللي عم بتصير والألم اللي عم بتصير حاليا بغزة بتكتشفي إنه أنا ما بدي إشي خلاص أظل زي ما أنا وإحنا بألف خير ونعمة والله العظيم صح يا ربي الله يفرج عليهم الله يعطيهم الصبر بتعرفوا صبر حتى لما تخلص الحرب لأنه برضو عم بحكي هني اليوم في مشقة ومحنة كبيرة كتير مش رح يقدروا يتذكروا شو عم بيسير معهم هني هلأ هي مشقة إني أعيش ولا مشقة إني أكل ولا مشقة إنه أولادي استشهدوا ولا مشقة بيتي تدمر مشقة 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 كتير كبيرة بس لما تخلص هاي المشقة شو الألم اللي بدهم يمرقوا فيه يا دينا شو هون رح يتبلش هون رح يبلش يحسوا بالوجع ورح يبلش يحسوا بالألم ورح يعانوا كتير لحتى يقدروا يرجعوا صح ترجعوا الحياة على طبيعتها مظموط نعم الحياتهم الطبيعية مظموط الله يكون بعونهم دايما يعني إلهم ربنا موجود دايما وأكيد رح يكون معاهم ورح يخفيف عنهم يا رب يا رب والله إلهم ربنا وإلهم دعواتنا وما نظل نتذكر أكيد نظل ندعي لهم أد ما منقدر الدعاء الدعاء مهم يا جماعة الدعاء الدعاء مهم بهاي المرحلة التبرع مهم كتير بهاي المرحلة أنا لسه كنت بحكي أنا مروا لأنه كتير بالليل يعني ما ضل أحضر أحضر أد ما بأقدر عشان أد ما أقدر أنزل فيديوهات وأشيرها وحتى هون بالحلقة نعرضها بطلنا نلاقي ما بطلت أعرف لي صرت أخاف الصراحة أنه يكون إشي تاني وممنوعين إنهم ينشروا لا نعرف ما يحدث في الصراحة بس كل صورة تنشرها كل كلمة تحكيها كل فكرة تتوصلها هي بابهم إن شاء الله الإفراج عنهم أرجوكم لا تيأسوا أرجوكم ما توقفوا نشر ما توقفوا دعاء ما توقفوا تبرع ما توقفوا تحكوا كلمة حق يعني يا جماعة إحنا بس إحنا من نادي الإنسانية اللي فيكم مية بالمية إحنا بنحكي الحمد لله إحنا كشعب وكحكومة الحمد لله الحمد لله واقفين قلبا وقالبا واضح يعني موقفنا من القضية الفلسطينية أكيد ولكن إحنا بنظل نذكر بعض ما نيأس وما نتعاب ونظل قد ما نقدر إنه ندعي لهم ونظل قد ما نقدر إنه ننشر شو ما كان موجود عندنا حتى الوقفات الاحتجاجية أنا بفضل إنه كمان نروح ناخد ولادنا يعرفوا قضيتنا لأنه فلسطين هي قضية عربية يا جماعة قضية عربية مش قضية بلد لحالها أبدا أبدا هي قضية فعلا زي ما أنت حكيت عربية وحلو كتير إحنا يعني بأي إش نحاول إنه إحنا نوقف معهم سواء كان زي ما دائمنا منحكي بالدعاء بالتبرع وكمان بالوقفات الاحتجاجية السلمية والحضارية كمان نحكي صح والحضارية صحيح صحيح يعني ما ناخد نخلي الأمور تروح أو تطلع عن الطريق المزبوط ما تخلي مشاعر الغضب والعجز اللي عنا كلياتنا تودين لما كان مش كتير كويس خلينا نضل محفظين على إنه إحنا هاي الوقفات الاحتجاجية ما تفكروها بلا قيمة بلا فايدة طبعا إلها إيمة والفايدة نحن نشوف أكبر وقفة احتجاجية بلندن في تاريخ لندن في تاريخ أميركا يا جماعة هاي الوقفات الاحتجاجية بيهضروها وبيشوفوها مشاعر للناس فمناش نخرب على حالنا بدنا نظل وقفين بهدول الوقفات عرفت كيف؟ نعم بالمئة بدنا نحاول نسيطر على حالنا وعلى غضبنا وعلى مشاعرنا وعلى كل هاي الأمور احنا بما أنوصلنا لنهاية حلقتنا بدي أشكرك يا شيف ذكريننا شو عملنا اليوم احنا اليوم عملنا خبز للشراك أو الصاج عم ركز عليه لأنو عم نشوفه عملنا شير بطريقة كتير كبيرة أكيد بقطاع غزة وعملنا منه عملنا هذول مطبقات السبانخ عملناها من نفس الخبز بالزعتر الأخضر وأخيرا استخدمت شوية لحمة موجودة عنا المتوفر بالبيت من نقدر نعمله المهم أنا مش فكرتي طبيخ أنا على الأغلب 90% من هذول الوصفات اللي عم نعملهم هلا فيما بعد على هداة بالورواء رح نعملهم بلشنا موسم الزيتون أنتو بتعرفوا أساس أصلاً فلسطين موسم الزيتون وأساس موسم الفرح واللمة والجمعة حتى هذا الحلم سلبوا يقعهم ولكن ان شاء الله انو احنا عشان ظل نوصل صوتنا وصورتنا ننهي حلقتنا بالدعاء بأنو الله يصبرهم والله يعني يفرجها عليهم وان شاء الله بظلهم جبارين وصامدين حتى آخر نفس بالسلامة رح يعم عليهم قريباً ان شاء الله يا رب يا رب شكراً لإلك يا شيف شكراً لكل اللي تابعونا ان شاء الله نلقاكم بحلقة جديدة بظروف أفضل إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة